أهلا بكم ما دام العضوان والحصار قائمين على اليمن فنحن لن نوقف عملياتنا العسكرية هذا ما قاله عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي في حديث لكلاب هاوس الميادين ليؤكد بذلك أن المعادلة الردع في اليمن تثبتت البخيتي كشف أن القوات المسلحة تعمل على تطوير قدرات البلاد الصاروخية وأن اليمن أصبح دولة مصنعة للصواريخ البحرية والزوارق والأجهزة العسكرية الحساسة اليوم قد أصبحت اليمن دولة مصنعة لكل الأسلحة بما في ذلك الصواريخ البحرية وكذلك الزوارق الهجومية وقد أدركت دول الردوان هذه الحقيقة ولذلك فإن أحد أسباب الانسحاب من الساحل الغربي هو إدراك تلك الحقيقة استراتيجية التحالف في عدوانه على اليمن تطرق إليها البخيتي قائلاً إن السعودية كانت تريد الدخول إلى صنعاء واليوم تريد فقط اتفاقاً تحفظ بمجبه بعض المناطق الاستراتيجية كحقول النفط في السابق كانوا يسعون من أجل الوصول إلى صنعاء لكن نلاحظ أنهم لم يعودوا يطالبون أو يسعون للوصول إلى صنعاء ولا حتى إلى الحديدة لأن كل ما يهمهم اليوم هو التوصل الاتفاق يمكنهم من الاحتفاظ ببعض المناطق التي لها أهمية استراتيجية كحقول النفط مواقف البخيتي كانت لها أصداء إيجابية لدى رواد مواقع التواصل اخترنا تغريدة لأحمد الذي قال إن تصريحات البخيتي ستقلق الصهاين الذين دعموا محاولات احتلال ميناء الحديدة وباب المندب أما هذه المغردة فنقلت ما قاله البخيتي ما يجمعنا مع إيران وحزب الله وحركات المقاومة في فلسطين هو وحدة الموقف ضد أعداء هذه الأمة ونختم مع تغريدة بطول التي نقلت عن البخيتي قوله حريتنا وكرامتنا وعزتنا كيمنيين هي من حرية وكرامة وعزة فلسطين